كم نعيش في هذه الدنيا كم سنعيش خمسين ستين سبعين ثمانين كم سنعيش في هذه الدنيا وكم سنعيش في البرزخ وكم سنعيش في الآخرة العاقل يقدرها صح هذا العاقل يقدرها صح أعطيكم مثال حنا الآن 1937 صح عثمان بن عفان استشهد سنة ستة وثلاثين مئة الهجرة يعني الآن كم صار له في قبره 1400 سنة 1400 سنة بحياة البرزخ الآن إلى متى سيستمر في قبره الله أعلم بعد ألف سنة ألفين سنة الله أعلم متى تكون الساعة هذه الحياة 1400 أو 2000 أو 2000 ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان حتى يسعد فيها وكم هذه الحياة التي نعيشها خمسين ستين سبعين سنة شيل منها عشر سنوات طفولة شيل منها عشر سنوات مرض شيل منها عشرين سنة نوم بشينها الدنيا اللي يترك سنة كل شيء لأجلها ثم تعال الحياة الآخرة الحياة الأبدية السرمدية الدائمة التي ليس بعدها موت سواء كان في الجنة أو في الناس الله يجعلنا وياكم أهل الجنة ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان ويجتهد لها بدل هذه الحياة التافهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر